اشتركوا في القناة ويوجه فيه خطابا للشعب الجزائري وأريد أن أعلمكم ببعض المعلومات عن تلك اللوحة التي علقت في الجدار خلف الرئيس وتلك اللوحة الفنية التي كانت خلف الرئيس في خطابه الأخير كانت لامرأة من ولاية بوسعادة للرصام الفرنسي نصر الدين ديني مسلم الديانة وقد دفنة في بوسعادة بعدما زار مكة المكرمة وتوفي بعدها واللوحة تحكي معاناة مرأة فقدت زوجها ومعيلا في وباء ما وستفقد ابن عزيزا تحتضنه بيد وتنظر إلى بعاد بيد أخرى وهي دلالة رمزية إلى وجود أمال وحل ما وتبع هذه الصورة بخمس ألف يورو ولذين لم يشاهدون هذه اللوحة أو لم يركزوا عليها فقط عليهم بالذهاب إلى فيديو الذي كان يوجه فيه الرئيس عبد المجيد تبون خطابا للشعب الجزائري وسوف يرون هذه اللوحة وإن شاء الله نتمنى أن يكون حلا ما لهذا الوباء وإن شاء الله نحن متفائلون تفائلوا بالخير تجدوه وإن شاء الله كل الشعب الجزائري يستجيبون لدعوة أو لهاشتايق خليك في دارك ليقينا ونقي أنفسنا وعائلتنا من هذا الوباء وباء كورونا وربي يحفظنا ويحفظكم جميعا وفي آخر الفيديو نقول لكم شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته